ثم قال له عليه الصلاة والسلام فإنها ليس بينها وبين الله حجابا دعوة المظلوم يا إخوة يستجب الله تعالى دعوة المظلوم ولو كانت من الإنسان فاجر إذا كان الإنسان هذا الداعي المظلوم إذا كان مظلوما ولو كان فاجر فإنها تستجاب من الله سبحانه وتعالى وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام اتقوا دعوة مظلوم فإنها تصعب إلى الله كأنها شرار وكم من مظلوم دعا على من ظلمه فخصم الله ظهر الظالم فلا بد أن يحفر النساء يحفر بالظلم العباد لأن الظلم يوم القيامة ظلمات ولأن الله عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بيلكم محرما فلا تظالم وقال القائل كما قال القائل الشاعب لا تظلمنا إلى ما كنت مؤتدرا فالظلم ترجع عباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم مؤتد من يد عليك وعين الله لم تأمن فير من الناس معانون من عدد توفيق من أمراض أمراض خطيرة وهؤلاء قد ظلموا وأمعانوا في الظلم ومنهم نعرفهم منهم مات بأمراض قاتلة لماذا يخمى لأن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء المطلوب الذي ظلم والذي وقع في ظلمه هذا الإنسان فلمد أن يخبر الإنسان من الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة وصلى الله سبحانه وتعالى محمد وعلى آل وصفه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر